اشتركوا في القناة يقول ان هذا العلم صعب لماذا صعب كيف تقول صعب والله سبحانه وتعالى ويقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل بنمدكر ثم صعب هذا العلم ممكن باذن الله تعالى اذا اشتهت في اسبوع واحد ينتهي العلم وانا اقول للطلاب عندنا في معد الحرم اقول هذا العلم يعني سبحان الله علم سهل جدا لو كان صعب ما كان ما وجده مدرس يدرس الفرائض الا انا واحضروني اليكم لان علم سهل ما يحتاج لمدرسة اصلا والله اخواننا الذي يعرف جدول الضرب اي اكم الى اربعة يستطيع ان يمشي في الفرائض سهل جدا فقط يحتاج لقليل من الحفظ تشتهد في اول يوم تحفظ فكل حافظ امام وانتهى العلم حفظت بعض المسائل انتهى هذا المسائل كان الصحابة رضو الله عليهم يعني بعض المسائل يعني تحل على المنبر وقيل هذا عن علي رضي الله عنه حل بعض المسائل وهو على المنبر يخطب حل المسائل ما تحتاج لكتابة حتى احيانا بعض المسائل لا تحتاج لكتابة اصلا مجرد ما تسمع المسائلة تنتهي شيخنا الشيخ عمار رحمه الله تعالى التقى بالشيخ بن بازل رحمه الله الجميع فقال الشيخ بن بازل الشيخ عمار قال لي الشيخ عمار اشتدرس قالوا درس الفرائض والنحو هو يدرس كل شيء هذا من تواضع قال للشيخ قال طيب ما سأل فيها بنت وبنت ابن وأخت شقيقة مباشر الشيخ سأل درس الفرائض أجب فضحك الشيخ عمار قال لماذا تضحك قال يا شيخ ما سأل بصيد قال أجب قال البنت النصف بنت الابن السدس والباقي للأخت الشقيقة عصب مع الغير قال الله يبارك فيك يا عمار الآن في ترجمة بعض العلماء مثل هذا الآن ترجمة البرهاني في ترجمة ايش يكتبه الفرضي سبحان الله تقول فلان ابن فلان ابن فلان الفقيه الفرضي وبعض الناس على ما سيأتي الآن قال نصف العلم قال نطلب نصف العلم الحمد لله والنصف الثاني يتركوا لكم فعلم سهل جدا لكن ايش يحتاج تبحث عن عن الأموات لأننا نشغلون مع الأموات هنا اشتغل مع الأموات فتبحث عن الأموات ولهذا ولهذا بعض الفقهاء يقول يعني من الخطأ تعليم الزوجة علم الفرائض اشكال كبير لأنه علمت الزوجة علم الفرائض ماذا تصنع أول تركة تحسبها تركتك أنت لا علمها حسن العشرة كذا عرفت اي نعم فهذا العلم يا أخواننا سهل جدا لكن حفظ أشياء يسيرة في أول العلم إذن انتهى العلم لا اشكال فيه علم وبعضهم قال نصف العلم تحصل في أسبوع ويكتب في الترجمة فلان ابن فلان الفرضي الله نعم أخوان لكن بعض الشباب هدان الله ما يريد يدرس هذا العلم لابد من كتابه حل مسائل الرياضيات الآن ما يمكن تدرس نظري لابد عملي لابد تطبيق لابد سبوره لابد كتابه مفهوم بهذا تستطيع أنك تمشي ترجمة نانسي قنقر